السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح اشلح لكم عن التطبيقات اللي تسحب منك فلوس بشكل شهري او اسبوعي وكيف تعرف تطبيق اللي تسحب منك وكيف تلقل الاشتراك فيها عشان ما عاد تسحب منك فلوس من بطاقة الصرف او فاتورة الجوال كثير من التطبيقات المجانية اللي تحملها من الابستور يكون فيها اشتراكات شهرية عشان تحصل على بعض المزايا في التطبيق وايضا تزيل اعلانات من التطبيق وفيه كثير ناس تشترك في التطبيقات عن طريق الخطأ لكن طريقة تلقاء الاشتراك جدا بسيطة اول شي تدخل للعدادات وتدخل على اسمك بالعلى وبعدين راح تحصل مكتوب الاشتراكات بالخال الرابع او اذا ما حصلت الاشتراكات اضغط على الابستور والايتونز وتضغط على اميرك بالعلى وراح تجيك الصفحة هذه تحصل باسفل الصفحة مكتوب الاشتراكات تدخل عليها وتظهر لك جميع التطبيقات اللي انتو مشترك فيها اذا كان التطبيق لسه يسحب منك فلوس او الاشتراك ما زال مفاعل تحصل بالعلى في قامة التطبيقات النشطة اما اذا كان بالاسفل تحت كلمة منتهي الصراحية فهذا التطبيق خلاص ما عادي يسحب منك فلوس في حال كنت بتلغى الاشتراك تدخل على التطبيق وبعدين تضغط على لغاء الاشتراك اللي موجود بالاسفل باللون الاحمر وبكذا خلاص رغيت الاشتراك في التطبيق وما راح يسحب منك اي فلوس في المستقبل إذا دخلت على التطبيق وما حصلت مكتوب اللغاء الاشتراك ولكن ما زال في القائمة التطبيقات النشطة هذا يعني أن مدة الاشتراك في التطبيق لسه ما انتهت ولكن أنت لقيت الاشتراك بالفعل PAO وراح تحصل المكتوب متى ينتهي الاشتراك إذا كان عندك أكثر من التطبيق، واشترك فيها، حastic تدخل على كل تطبيق وتلغي الاشتراك وبعدما تنتهي مدة الاشتراك، راح ينزل التطبيق مع التطبيقات التي منتهتها سياحيتها هذا كل شيء لهذا اليوم أتمنى أني أفتك ولو بشيء بسيط إذا كان عندك سؤال أو استفسار اسألني في السنة إذا أعجبك الفيديو سوي لايك واشترك بالقناة إذا ما كنت مشترك ومع السلامة